السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو إن شاء الله سيكون موجه لمترشحات ومترشحية باكالوريا حرة وخاصة شعبة الأداب والعلوم الإنسانية مادة الرياضيات إذن أهم الدروس سيكون في مادة الرياضيات الدرس الأول هو المتعلق بالدالة الأسية الدرس الثاني اللوغريتم الدرس الثالث الاشتقاق ودراسة الدوال والدرس الرابع المتتاليات المرشعية ثم الاحتمالات إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم لكم تعريف لكل مثلا تعريف الدالة الأسية والخصائص والخاصيات والقواعد اللي ستحتاجون في الامتحان إن شاء الله باش تيبوه نقطة مزيانة عشرين لماذا لا لأن الامتحان كيكون سهل إذن سنبدأ إن شاء الله بالدالة الأسية كتعريف إذن العدد الحقيقي اللي كنشوفه دائما فهو يساوي بخسك يعني تقريبا 2.71 ونقول أن الإلين ديال أ ديال هات شوش فاصلة 71 تساوي واحد إذن لدات الكالكولاتريس ودات الإلين أ تساوي واحد ستلقى غضا عطيك الكالكولاتريس واحد ولدينا لكل إن ينتمي إلى الزيد إلين ديال إكسبونوسيل إن إتغال أين إلين إكسبونوسيل هادو علاقات خصومي تحفظو أي أن لكل إن ينتمي إلى الزيد إلين ديال أ أس أين يساوي أين يعني كيفما كان هاد أين ينتمي إلى الزيد فانتلك هادو الكتابة هادو الإلين ديال أ أس أين فاكتساوي ديك أين كيفما كانت أين إذن تعريف الدلة الأسية نيبيريا لكل إن ينتمي عفوا لكل إكس ينتمي إلى أغ إلين لكل إلين إذاً يكافي أن هاد إكس يساوي إلين إجريك إذاً لدينا هذه العلاقة بالإلين والإكسبونوسيل نمر إلى الخاصية الجابرية إذن بالنسبة للخاصية الجابرية لدينا satu يساوي ماسيلاق واحد والείكسبوننوصيلا على الحقيقة يعدينا الاكسبوننوصيلا نصطح ال jobbar القحيم هو عفوى براذنا لكل يتميه الى اخ الالين ديال اكس يسوي اكس. اذا هذه هي الخاصية الجبرية للدالا الأسية. الدالة اكس بوننوسيالي هي الأسية. تزايد يقطع على اخ يعني ماذا تسمع تزايد يقطع يعني لكل اكس ينتمي الى اخ الاكس بوننوسيال اس اكس اكبر من اكس بوننوسيال اس اجراج يكافي انا اكس اكبر من مو من اجريك. ثم لدينا كذلك يساوي يكافي ان اكس يساوي اجريك. الى كانت هذه كبار من هذه فانا يعني الاس الاول اكبر من الاس تاني. كانت هذه تساوي هذه فانا الاس الاول يساوي الاس تاني. اذا هذا فيما يخص الخاصية الجبرية. نمر الى النهايات. اذا النهايات للميت. الخاصية الاول تقول ان للميت اكس. اذا كان اكس متجي الى نهاية. فانا الاكس يساوي صفر. اذا دخصم يتحفظه. وعندنا كذلك اللميت ديال اكس فيه بلوس لانفيني ديال اكس فهي تساوي بلوس لانفيني. نكمل الى الخاصيات. هذه الخاصية التي سنرى في دابة في مهمة في الدلال الاسية. اذا لكل ي ينتمي الى اغ لكل اكس ينتمي الى اغ. ندينا الاكس بونوسيال اغ فوا اكس يساوي. نأخذ هذه الاكس بونوسيال اكس وكندر الكل اوس اغ. هذه خاصية اللونة. الخاصية التانية. اكس بونوسيال اس اكس مقسوم على الاكس بونوسيال يساوي قد نأخذ الأس ١ و نأخذ أس ً ناقص ي نأخذ القائدة يعني قد نقوم بخلط الأس الأول ناقص الأس الثاني لدينا كذلك ناقص ً يساوي ١٦ نستطيع أن أشياء فهنا في إتجاه نقدروا لعطونا واحد على الاكسبونيوسيال�, نرجو الاتجاه الآخر يساوي إكسبونيوسيال ناقص إكس اوسناقص إكس خاصية مهمة كذلك إكسبونيوسيال اكس يساوي إكسبونيوسيال وهذه شفناها قبلة إذن إكسبونيوسيال ا robbery هذا يكافي ان إكس يساوي إęp ولكن إكسبونيوسيال اوسك كبار هذا يكافي ان اكس اكبر من اجريك. لكل اكس ينتمي الى اغ. نمر الى مشتقة الدلة. دل بنسبة المشتقة الدلة الاسية. لكل اكس ينتمي الى اغ لدينا اكس اشتقاق ديالها كي يساوي الاكس اكس. هذه الدلة اللي ما كتبضلش في الاشتقاق دياله. اسمها دل مع السamicالا في الاشتقاق. Montyplication اسمها دريفة كي لا تكثبت Daarف زائزation لا تكتب في الاشتقاق اذا فيصف هذا ا scars ox paying. اذا الدل والا الشيخ في الاشتقاق ديالها كي يساوي قدر تتيجها альная ايج الى اغ. بالنسبة له نقص نعرف نرسم جدول بالتغير من empresta الدل القولная الاشتقاء في الجدول بجموعة التعريف Ook salには مجموعة التعريف ينتمي إلى ناقص ملا نهاية زائد ملا نهاية هنا في الخانة الثانية نكتب الاشتقاق ديال الدالة فهنا لدينا دالة تزايدية أما بالنسبة للخانة الثالثة وستخدام ماليك خاصة الثالثة يتاهم في الط�를 زائد كيفية يعني يتغير أ Low تخدام ماليك خاصة الثالثة المنضيف المأخطة الثالثة بالغنية نتحدث عن بعض الخاصيات المهمة نتحدث عن عدد A و X ينتمي إلى مجال 0 زائد ما لنهاية و Y من R لدينا A و X يساوي A و Y هذه الخاصية نعرفها و راكيش بغوية الإكسبونانسية X و Y ينتمي إلى R إذن A و X مضروبة إذن عدنا هنا مضروبة في A و Y فكيساوي A عامل ل X زائد Y أو X عفواً X زائد Y إذن ما لي كيكون عدنا الضرب هنا كيكون عدنا الجمع هنا ثم عدنا واحد مقسوم على A و X يساوي A و X ناقص X اللي شفناها في الإكسبونانسية إذن هي هذه لنفس الشيء بالنسبة لعدد A عدنا هنا A و X على A و Y فهنا يكون عدنا القسمة يكون عدنا ناقص يكون عدنا الضرب يكون عدنا الزائد يكون عدنا ناقص نمشي الخاصية الموالية A و X الكل X فهنا تساوي A و X مضروبة في Y إذن عدنا A و X لكل X فهنا يكون عدنا الضرب و لدينا هذه الخاصية و X يكون عدنا A و X يكون عدنا X يكون عدنا أهم القواعد في الدرس الأول الدرس الأول الدلال أسيا النيبيري لن نلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل أهم الخاصيات و قواعد الدرس الثاني متعلق باللغاريتم النيبيري لإيلان استوجعكم الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر